تحت عنوان سوريا السلام افتتح فصالة المعارض بالمركز الثقافي العربي في مدينة السلامية معرض فني للفنان التشكيلي أمين الجندي المعرض ضم أعمالا فنية تتكلم عن قضايا إنسانية واجتماعية والحرب في سوريا ضد الإرهاب افتتح المركز الثقافي العربي في السلامية هذا المعرض تضمن هذا المعرض 35 لوحة كانت تضمن سوريا ليحمل نفس العنوان سوريا والسلام فكانت جميع لوحاته تضمن عن سوريا عن سلامية بلد الفكر والحضارة أنا بدأت بالقضية السورية لوحاته تبدأ بقضية سوريا طبعا هي وطننا الأم هي قبل كل شيء عبرت عنها عن الأحداث ومفرزات اللي نجت عن الأزمة السورية اللي صارة بعدة طبعا لوحة نحن الآن أمام تجربة فنية وجمالية تتجاوز عمرها الخمسين عاما نصف قرن لفنان يتسلح بالإرادة والحكمة والاتزان والدقة والتزام بحب وطنه وعبر عن ذلك بأعماله الفنية المعرض يحكي عن لوحات عديدة من خلال تفاصيل عن المرأة وعن الوطن في كثير متعالج قضايا مهمة وقد ضم هذا المعرض أكثر من ثلاثين لوحة تميزت بالفن والإبداعي وامتزجت فيها الألوان لتكون لوحات تحكي عن قصص الأرض والإنسان للأخبارية السورية محيد دين فهد